موسيقى السلام عليكم الفورن بوليسي الأمريكية صنفت عشر دول هذه الدول تعتقد الفورن بوليسي ستكون هي الأكثر غليانا ورح تكون الأكثر خطورة وحتكون بها صراعات كبيرة جدا المثير بالموضوع أنه هذه العشر دول اللي تصنفت مؤخرا بهذا التقرير مو من ضمنها العراق نهائيا لكن نحط العراق من ضمن المناطق الإضافية على هذه الدول قد تكون يعني أخبار مفرحة للعراقين نوعا ما لنحن تعودنا كل نهاية وبداية سنة دائما العراق تنزل عليه تقارير على جوازه شقد هو سيء على الوضع الأمني ما تشقد سيء على كل هذه الأمور والتفاصيل اللي مفد يوم من 2003 لحد يومنا هذا شفنا تقرير يفرح القلب بالنسبة أنه كعراقيين لكن فعليا هذا التقرير وعلى الرغم من عدم وجود العراق من ضمن الدول العشرة إلا أنه فعليا القضية تخوف لأنه إحنا من ضمن صراعات موجودة لهذه الدول فإذا ألقينا نظرة على طبيعة الدول المذكورة هنا طبعا يعني فنزويلا واحدة من الدول المذكورة أفغانستان أيضا عندها مشاكل الصومال طبعا هذه ليبيا عفوا وهذه هي أفغانستان وكذلك اليمن بيها مشاكلها ومعروفة وأيضا النيجر والساحل الأفريقي الشمالي اللي هو بشمال أفريقي أيضا بيها مشاكل كثيرة جدا هي معروفة للعالم من متابعين هذه الأزمات وأيضا القضية الأهم والمثيرة اللي يدخل بها العراق كقضية عرضية هنا اللي هي الصراع الإيراني الأمريكي وأيضا طبعا هناك صراع بين تركيا وروسيا كل واحدة تصنفت يعني الصراع الإيراني الأمريكي تصنف في القائمة كرقم ثمانية أما بالنسبة لتركيا وروسيا كرقم تسعة في قائمة الفورن بوليسي لذلك فعليا إيران وأمريكا وين دا يتحاربون؟ دا يتحاربون بالعراق وعادة الضربات كلها إذا جئنا نقرأ عملية الضربات والصراعات إذا كانت السياسية إذا كانت العسكرية على كل المستويات راح تلقي إنه العراق هو ساحة لهذا الصراع فلذلك الفورن بوليسي شنو اللي دا تقوله؟ دا تقول أنه إيران وأمريكا راح تكون بيها مشاكل راح يكون بيناتها غليان لهذا الصراع معنا ذلك الغليان أيضا سيكون في العراق نقطة بسيطة جدا أنت ممكن اليوم تستفاد من عدها كذلك إحنا لن ننسى قضية مهمة أنه العراق هو من ضمن صراع اللي هو الصراع الفلسطيني والقضية الفلسطينية كل يوم أطراف موجودة بالعراق هي تريد تحرير فلسطيني لحد الآن مؤمنة أنه إسرائيل لازم تطلع ودائما ما تهدد وغيرها وأيضا قضية خطيرة جدا أنه العراق بحسب تقارير دولية صدرت في عام 2019 واحدة منها اللي هي النيويورك تايمز في ديزمبر 2019 أكدت أنه أكو صواريخ أدخلتها إيران إلى داخل العراق الرينج مالتها يوصل إلى تقريبا ألف كيلو متر ممكن أن تقطع مسافة وتضرب صواريخ باليستية هذا على ذمة النيويورك تايمز مو أنا اللي دا أقول فبالتالي هذه تشعل طبعا الصراع هذه التقارير لم تفند هذه التقارير منتشرة ليس فقط في النيويورك تايمز ولكن هذه الصواريخ الباليستية لم نسمع عنها الكثير ومن يوم ما شفنا هذه التقارير نزلت أيضا شفنا ضربات تحدث من أطراف غير معروفة ما ندري بعض تهم إسرائيل حكومة سيد علي عبد المهدي تهمت إسرائيل وغيرها لكن الضربات فسرت فيما بعد أنها كانت موجهة ضد هذه الصواريخ باختصار أن العراق هو قاعدة للصواريخ موجهة ضد إسرائيل وهذا الفورم بوليسي طبعا اللي شافته في وقته فلذلك العراق فعليا إذا ما ألقينا نظرة على هذه الصواريخ اللي قلنا لكم عليها المذكورة بالتقارير فعليا اللي هي توصل إلى تقريبا ألف كيلومتر في مسافتها باختصار شديد جدا إنه إذا انطلقت هذه الصواريخ من أطراف بغداد اللي هي طبعا على الجهة الغربية لغرب بغداد معناتها هي تقدر تضرب منتصف الأقصى تضرب منتصف إسرائيل وهذا طبعا الخطر هو اللي بالنسبة لهم بالفورم بوليسي واليهود والإسرائيليين دي يشوفوا أنه خطر وأن العراق متحول إلى قاعدة لكن هي ينظر إلىها مو العراق دي يضرب لا إنه هذا جزء من الصراع الإيراني الأمريكي وكذلك لن ننسى قضية اللي هي صارت على أرامكو في السعودية الضربة لن ننسى تماما إنه الحوثيين في اليمن هم اللي قالوا إحنا نتحمل المسؤولية وإحنا اللي ضربنا أرامكو لكن أيضا الشبهات لازالت موجودة على قصة فندتها حتى أمريكا لكن هي لازالت موجودة أن الصواريخ انطلقت من جنوب العراق تجاه أرامكو وقضية الحوثيين وتبنيهم لهذا الموضوع هو تغطية على هذه القصة لازالت هذه موجودة في الأجواء لكن رسميا هم الحوثيين اللي ضربوا فلذلك العراق إذا من لاحظ أكثر من قصة موجودة عليه في هذا الموضوع أيضا إن هذه طبعا يعني مو بس قضية العراق حقيقة وأنا ماذا لاحظ أنه أكو دول كثيرة ذكرت هذه باختصار دا تقول لفورم بوليسي إنه عام 2021 أكو احتمال شبير راح نترحم على اللي صار ب2020 و2020 راح نعتبرها هي سنة كانت بالعكس أفضل بكثير من اللي هو جاي وهذا طبعا حطت أسباب الفورم بوليسي خلينا نشوف شنين الأسباب اللي ذكرتها فيروس كورونا وضعف الاقتصاد العالمي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراعات والفقر في السودان والمشاكل الاقتصادية في لبنان وتفاقم التوتر وانهيار الاقتصاد في العراق جعلت من العالم في 2021 مكانا ربما أخطر مما كان عليه في 2020 كذلك البعض يعتقد إحنا كعراق لازم نخلص ويطلعون الأمريكان وينتهي الموضوع لأننا طلعوا الأمريكان راح نطلع من هذه الصراعات راح نطلع من قضية ضرب السفارة الأمريكية لن تستهدف بعد الآن البعض يضع هذه الطروحات حتى تخلص التوترات من العراق ويطلع من حقبة التوترات المذكورة هنا في الفورن بوليسي لكن اليوم الفورن أفيرز شافت الأمر بشكل عكسي وبالعكس الأمريكان صرح حول الفورن أفيرز أنه الموضوع عكسي ولازم الأمريكان يبقون لكن يبقون بشروط جديدة فخلنشوف شنو اللي قالت الفورن أفيرز هنا يعتبر سيناريو الانسحاب أحادية جانب وغير المشروط من العراق وتوجه المجتمع الدولي في ملء الفراغ ودفع العراقيين نحو التسوية سيناريو بعيد الاحتمال أضافت أيضا يجب على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسة المشاركة المشروطة فهذا النهج سيؤدي إلى إعادة انتشار تدريجية للقوات القتالية مع الالتزام بتوفير ما تبقى من إمكانيات لذلك القلق كبير جدا بالنسبة لدول العالم تجاه ما سيحدث في عام 2021 والقلق طبعا نحن ندري اليوم مو بس كوفيد 19 عندنا بالعالم وإنما كوفيد 20 ولا نعلم إذا ما كنا متوجهين إلى فيروسات أخرى مما سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية أخرى مما سيؤدي إلى صراعات أكبر وبالتالي نتأثر بشكل كبير وأعلينا أن لا ننسى أن العراق متأثر من كل ما يذكر دائما في كل تقرير ينزل في نهاية وبداية أي سنة وبالتالي نتمنى أن تكون 2021 بالتأكيد عكس ما ذكر في هذه التقارير إذن ينضم إلينا حول هذا الموضوع من بغداد الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور طالب محمد كريم حياكم الله دكتور طالب كذلك أود أن أرحب بضيفنا من بروكسل من بلجيكا مدير المركز العراقي الأوروبي للتنمية والتطوير السيد حسن العزاوي حياكم الله أستاذ حسن وأود أن أبدأ مع الدكتور طالب من البداية دكتور طالب اليوم العراق على الرغم من أنه ما موجود من ضمن العشرة دول اللي هي الأكثر غليانا بحسب الفورم بوليسي إلا أن العراق مستحيل ما ينذكر برأيك من يتحمل المسؤولية الأساسية هل نحن العراقيون نتحمل مسؤولية ذلك أم أن هناك من يقف خلف أن يكون العراق غير مستقر بهذا الشكل ودائما ما يكون بهذا السوء تفضل بداءا شكرا لك سيدي الكريم تحياتي الخالصة طبعا لضيفك الكريم الأستاذ حسن حياكم الله ثم اختنم هذه الفرصة لتقدم طبعا بأجمل كلمات التاني والتبريكات في ذكرات أسيس الجيش العراقي الباسل تفضل فيه طبعا كل الموضوعات اللي ذكرتها كل المناطق اللي هي عشرة ربما أكثر من عشرة حتى في بعض التقريرات لكن خلي فقط أنوه إلى نقطة مهمة جدا نعم النقطة الأولى طبعا تقرير فورنبولسي هذا المركز أو هذه المؤسسة هي أساسا كان يقودها صمائيل هنتنوكتون وصمائيل هنتنوكتون معروف طبعا بالدراسات الاستشرافية وبالتالي له كتاب مهم جدا كتابه كان صدام الحضارات وبالتالي طبعا ما تتكلم بي أنه الحضارة الأوروبية الغربية الليبرالية تتعرض إلى ضربة في 2001 تحدثت ربما هذا الاستشراف من خلال طبعا هجمات الإرهابي لتنظيمات القاعدة على أمريكا وبالتالي طبعا هذا المركز ربما أخذ اهتمام عالي جدا وبدأت كل ما يكتبه يأخذ محمل الجد نعم لكن أنا أعتقد ما ذكرت طبعا من دول هي أساسا هذه الدول وهذه المناطق هي أساسا تعاني من مشكلات سواء كانت مشكلات سياسية مشكلات حرب داخلية عرقية أثنية اقتصادية وبالتالي هي مشعولة بالأساس لكن هناك فاصل عندما نقسم طبعا كل هذه المنطقة نقسمها ضمن تبويبات مرة طبعا نجد العامل الاقتصادي مهم جدا كما هو طبعا في ساحل العاج وجنوب أفريقيا ومرة نجد ربما هو العامل القومي الأثني اللي هو أساسا إثيوفيا وتغراني طبعا هذا إقليم تغراني هو مبني على هذا الموضوع وربما موضوع آخر هو موضوع سياسي مثال على ذلك 2011 الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض ربما وراء الكواليس أو سريا مع طالبان بإشراف قطري في سبيل يكون هناك انسحاب القوات الأمريكية ويكون هناك شبه مصالحة وطنية ما بين طالبان اللي كانت هي مصنفة ضمن تنظيمات الإرهابية وما بين الحكومة اللي تحكم أفغانستان وبالتالي طبعا بدأت الخطوات نعم ربما تراجعت بعض الشيء لكن كان جوهر رسالة التي تريدت أن تعطيها أمريكا خصوصا للرأي العام الداخلي أنه خلاص حروبنا بعد أصبحت من نوع آخر من شكل آخر يعني ما عادت بعد اليوم أنه جيش ينزل وجيش يقاتل ربما نعم هناك غرفة عمليات تمثل استخبارات مخابرات أو تكتيكات معينة لإدامة وصيانة بعض الاستشارات لكن ليس بهذه القوامة الجيش التي نعبر عنها بمئات ألاف الجنود والخطوات لا زالت هي مستمرة أما بالنسبة للعراق يراد أنه للعراق أنه الحالة الأفغانية ما جاء جرى من حوار يراد للعراق أنه نفس الانسحابات ربما أمريكا تريدها بمعنى أنه تبدأ تدريجيا ومن ثم تضع مجموعة معينة لأمرين مهمين الأمر الأول ما ممكن أن أخلي أقول لك بكل صراحة يعني على الأقل حسب قراءتنا ما ممكن اليوم الولايات المتحدة أن تنسحب بسهولة من هذه المنطقات لا بد أن تكون لها غرفة كبيرة هي غرفة مراقبة ومتابعة وكتابة تقريرات وأعداد كثير من الأمور ومن ثم تقدمها للفاعل السياسي للإدارة البيت الأبيض هذا أولا والنقطة الثانية هي حماية السفارة الأمريكية في بغداد لكن طبعا تعرف أنه دائما الصراعات السياسية وخصوصا طبعا بالعراق ربما قد تؤخر هذه الأمور بعض الشيء وربما قد خليها تلبس ثوب آخر وهذا طبعا ما نخشى نحن في الداخل العراقي بمعنى أنه أريد دائما الجدولة التي تكلم عنها سابقا صوت على مجلس النواب العراقي ومن ثم تحول إلى قرار وضادرت الحكومة العراقية الحالية في تشكيل لجنة مفاوضات مع لجنة مقابلة من الولايات المتحدة وعلى الأقل أنه هناك طبعا بعض التسريبات خلي أسميها لأنه كانت طلقوا من أخبار غير واضحة يعني ماكو جدول انسحاب فقط قال ترامحة شاهد بطريقة بسيطة جدا وقالي ربما نحتاج ثلاث سنوات طيب بس دكتور طالب أنا داريت أعرف من يتحمل المسئولية لأنه هناك ناس بالعراق يعتقدون أنه إيران هي تتحمل المسئولية لأنه هي تستخدم سياساتها اللي هي أقاتل في أرض أخرى حتى أدافع عن أرضي وهذه موجودة هم في طريقة تفكيرهم وإيمانهم وبالتالي على هذا الأساس هم استغلوا الفراغ اللي صار بعد الـ 2003 وملأوا هذا الفراغ وخلاص ليقاتلون بالعراق البعض يلوم إيران بالدرجة الأساس بإدخالنا بهذه الصراعات كيف ترد على ذلك؟ لا خلينا نكون واضحين أكثر أستاذي العزيز يعني أولا تشكلت ربما ما نسميه إحنا في الجهات أو مجامع المسائل تشكلت بعد الاحتلال 2003 وبالتالي ربما كل المنطقة العراقية هي حمل السلاح وقاومة المحتل وبالتالي طبعا هل ممكن أنه انفكاك جماعات المساحلحة بطريقة طبيعية؟ بعض من عنده يعتقد لا زال الخطر هو موجود نعم طبعا حتى يكون موضوع إياك لا أغادر أنه هنا لم تحدث منطقة فراغ في العراق ولم يستفيد من أن ينذل آخر كلها تستفيد من عنده وبالتالي حتى لو أحيلك مثال على ذلك إذا كان اليوم الصراع مثلا في الداخل أنه حملت السلاح المسلح تجاه الوجود الأميركي طيب ما هو أساسا أكون عندك أيضا ضارة العراقية تضرب بطائراتها من التجارة التركية هذا كيف نفسره إحنا إذن بمعنى خلي نقوله بكلمة بسيطة لا زال القرار السياسي في العراق قرار ضعيف وهذا الضعف ما فقط أنه انحيل على جهة معينة تتحملة لا ليس من الصحيح بل التركيبة الدولة العراقية بعد 2003 كانت تركيبة ضعيفة لماذا؟ لأن هناك تدخلات من أقصى الشمال إلى أقصى جنوب كل العالم بدأ يتدخل بالواقع العراقي وبالتالي هناك تشضي كبير إذن إذا ما كان سؤال كيف نخرج من هذه القوقعة رح أجيلك كيف نخرج رح أجيلك بهذه بس إحنا نريد المسؤوليات بالتأكيد خليني الآن أنتقل إلى سيد حسن العزاوي أرحب بك من جديد أستاذ حسن وتدري سيد مصطفى الكاظمي كانت عنده تصريحات مثيرة أنه 2021 رح تكون هي عام الإنجاز ورح نطلع ورح يحاول يطلع من المشاكل اللي فعلياً ديعاني منها العراق بشكل كبير هل تعتقد ممكن يعني بهذه الوعود الآن ومع الانتخابات ودعنا نترقبها ب2021 إنه ممكن بداية 2022 نتقابل مرة ثانية ونعتبر 2021 فعلاً كانت عام الإنجاز برأيك نعم مساء الخير وكل عام وأنتم بخير أحب أهنيكم بالعام الميلادي الجديد وكذلك أهني جيشنا للعراق البطل بذكرة المئة لتأسيسه كما أشكركم على الاستضافة اليوم وأحيي للدكتور طالب وستاذي وصديقي وزميلي وأشكر أن يوعدونا بهذا البرنامج حقيقة تركنا متصريحاتي سيد كاظم سيد كاظم يقول الكثير ولا يفعل الكثير يقول ماكو رواتب ويقول حقطع رواتب ويقول حسوي كذا وحسوي كذا لكن هو الخلل هي تشكيلة القرار السياسي أو طيقة اتخال القرار السياسي لا تتم بي عن طريق رئيس الوزارة أو الوزير أو النائب أو رئيس البرلمان أو الاخيري نحن اليوم نعرف أن أي قرار السياسي يتخذ بالعراق يمر في عدة مراحل مرحلة المساومات مرحلة اللي أعطيني هذا مقابل هذا مو بسهولة نحن يقدر نقول هذا عام للإنجازات أو عام بدون إنجازات الإنجازات الحقيقية هي ما يلمسه المواطن من كهرباء من خدمات من إلى آخره يجعل المواطن مضاح اليوم أنت تسأني إنجازات أي إنجازات جنبك تقصد بيها إنجازات على مستوى السياسة الخارجية لم نلمس منها شيء إنجازات على مستوى السياسة الداخلية لم نلمس منها شيء إنجازات على مستوى الانتخابات المبكرة التي أتت هذه الحكومة على أساس هذا المطلب لم نلمس منها شيء لاحظة وما عدا الأقوال إذن لحد الآن لن نلمس أي إنجازات مجرد أقوال وعود لا تختلف كثيرا عن سابقاتها من الوعود اللي قال بوكتها حسوي كذا وحسوي كذا وبالنهاية ما حصلنا أي شيء بس خلال 6 شهر من هذه الحكومة إذا تسمح لي يعني تحقق الكثير من ناحية العلاقات الدولية إيران تريدك تستقر أمريكا تريدك تستقر كل الدول لما نقابلهم تريدك تستقر ويريدون يستثمرون بالعراق شلون ما حققنا تقدم سيدي الكريم استر أحمد الله يخليك الكويت جابت العالم كله وجابت سيد العباد وسويت لمؤتمر الدول مانح العراق وسنت واحد ما قبر العراق منعتهم صح ولا غرض أحكي عن حكومة سيد الكاظمي ما دعا أحكي عن السيد العمال لا أنا أحكي لك أنه سيد المالكي أيضا رحل لأمريكا وأيضا رحبوا به وبزمانه تم الانسحاب وأيضا كانوا دعمين إلى ما أعتقد ما كانوا دعمين إلى زين نجعل حكومة سيد عاد المهدي ذهب بمجموعة من رجال العمال والوزراء والمحافظين إلى الصين إلى السعودية ورحبوا به أحسن ترحيب وأيضا لن نحصل على أي إنجاز بجرد زيارات طبيعية لا يعني ما بها أي خصوصية تختلف عن سابقاتها طيب لكن اللي فشل به العفوان السيد العبادي اللي فشل به في مؤتمر الكويت حقق الكاظمي من راحل التركيا وأخذ خمس مليارات دولار من أجل العمال يعني هذا لا يوجد تغيير بها ذاكي اليوم ترى الحجي من نقدر نقول وين لا عزيز استرى أحمد ما هو الخمسة مليار هذا كلام ما نقدر نحكي بهذه الطريقة نطيني إثباتات دخلت الخمسة مليار أنا لا أستند على أقوال بالتلفزيون أنه أنا استلمت وأنا وديت وأنا جبت له هذا كلام مو صحيح ترى نحن اليوم نراقب على راقب الموازنات راقب المدخولات والخارجات من نلقى هيتش أرقام داخل لأراق بهذه الطيقة ثانيا حتى هي تركيا إن رغبت بالإعطاء وما ستنطيها كاش ما ستقول لكم خمس مليار دفعوا برواتبكم حتى تنطيها خمس مليار شركات تجي تستثمر لا يتم يوم بينه لإستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة يحتاج إلى تخصيصات إلى أعراضي إلى أمناط طيب يبدو يبدو عندنا انقطاع شوي ويالأستاذ حسن أعود إلى الدكتور طالب على عجالة لأسأل سؤال وبعدين نرجع إلى السيد حسن من جديد دكتور طالب الآن القضية العراق مشهد أي تنمية نهائيا وهو دائما في هذه الملفات دائما موجود بشكل عجيب غريب بهذه التقارير لكن ما تعتقد خروجنا من عشرة دول فعليا العراق من ذكر من ضمن عشرة دول أو عشرة صراعات اللي هي موجودة ما تعتقد هذا قد يعني ينطينا مجال وينطينا رؤية أن العراق موقع لا بأس به الآن مع كل الظروف اللي دا تصير يعني كان المفروض يسمنا موجود هناك لكن هو لا بأس به الآن ما تعتقد أكو شيء تقدم بالعراق في هذا المجال تحديدا؟ يعني أولا الإرادة العراقية لا تسير من خلال تقرير يكتب وبالتالي هناك واقع عراقي وهناك رؤية مستقبلية وهذه الرؤية المستقبلية تحددها مدارس الأفكار والدراسات وجهات التنفيذية مختصة طبعا بالاستماع إلى هذه التقريرات وبالتالي أنا أعتقد ربما هناك أولويات اليوم العراق بحاجة إلى دعم دولي وعلى كل القطاعات سواء كانت الاقتصادية والسياسية السياسية اليوم في داخل العراق نحتاج طبعا على الأقل على مستوى القيادات السياسية التي هي تتحكم بالقرار السياسي وبالمسار السياسي لمنظومة الدولة العراقية نحتاج إلى حوار عابر للخطوط الحمراء وبالتالي بما أن الدولة العراقية تتشكل طبعا بطريقة توافقية بحسب ما اعتدنا عليه من 2003 إذن يجب أن يكون هناك توافق على كل شيء هذه العملية طبعا اللي هي هما يودونها عليها دكتور طالب هذا الكلام النظري جميل أنه لازم نتوافق على كل شيء ونتعدد خطوط الحمراء بس أكو أطراف يعني أنت تعرف حضرتك تنتمي إلى إيران أكو أطراف تنتمي إلى تركيا أكو أطراف هواها أمريكي بالتالي ذولة شون يقعدون على طاولة وحدة ويتفقون على كل شيء يا رجل كل ما يريدون الناس يستثمرون بالعراق السعوديين حاولوا يستثمرون هددوهم وطلعوا ألف قصة عليهم بالفضائيات وتالي اعتذروا السعودين ورجعنا مرة ثانية لهم يا سيدي كريم شون حتتفق مع هذه التقاطعات نعم أتفق مع كلامك طبعا ولا أزايد عليه فعلا نحن في مشكلة معقدة جدا وبالتالي أنا خليت مقدمة يعني بمعنى أننا نحتاج إلى حوار صريح ليش أقول أني عابر للخطوط الحمراء بمعنى تقعد كلها تقعد سوى أنت شنو اللي تريده وليش تقلق من عندي وانت ليش خايف من أمور من أني رايح وين وهذا السؤال مهم جدا يعني مثال على ذلك عندما هناك مجموعة أو هناك طبعا أغلبية تريد خروج الوجود الأمريكي أو الوجود الأجنبي بالعراق بالمناسبة هو وجود أجنبي لا تحديدا وجود الأمريكي هناك أيضا يقابلها تخوفات من قوى سياسية لا تمتجه بهذا الاتجاه وبالتالي يفترض أنه نتجالس لماذا؟ طبعا سيكون بكل صراحة هل طبعا هناك تدخل بالشأن العراقي أم هناك هواجز وقلق ربما مبنية ربما على تاريخ عراقي يمثل الصراع سواء كان صراع داخلي أو كان صراع سياسي أو صراع حزبوي هذا طبعا إذا ما توقفنا على هذه الأسئلة وتمت الإجابة على إجابة حقيقية ينبغي طبعا أن تكون هناك إرادة نحو مفهوم الدولة العراقية يعني هو بالمناسبة أفوان يعني على المقاطعة لكن ما تعتقد بس أفوان أنا ده أجيلك بنقطة مهمة جدا حضرتك الآن قلتها لازم نقعده بصراحة ما تعتقد هاي قاعدة صارت بالبرلمان على التصويت على إخراج القوات الأمريكية والقوات الأجنبية بعدم حضور القوى السنية والقوى الكردية ما تعتقد بها صراحة؟ لا هاي إشارة بس إحنا من نقول خلي نقعد نتجالس فيما بين يعني نصير ورقة عمل نحولها إلى ورقة عمل وإلا نحن شركاء أنا وين أريد أقول أريد أقول يعني بمعنى وين تريدون تروحون بالنتيجة لا بد أن تكون هناك نقطة نهاية لأي موضوع أما طبعا نمشي بالدولة ونمشي بمنجزات الدولة اللي احنا طبعا نسميها دستور والنظام الديمقراطي وكل هذه المفاهيم مو أقصد نوع الخدمات من الحكومات أو الأحزاب مو هذا اللي أقول ذلك هذا بخلل كبير جدا لكنه لا بد أن نحافظ على النظام الديمقراطي لا بد أن نحافظ على الدستور العراقي لا بد أن نحافظ على مصالح الشعب العراقي هذا طبعا إذا ما كنا في صراحة وريد نعيش كنا كعراقيين وعلى أرض العراق يجب أن نعالج المشكلة خلاف ذلك العراق بالتأكيد أنا أقول لك مو ينخل ضمن العشرة ينخل رقم واحد فوق العشرة يذهب إلى التمزق ويذهب إلى التشتت طبعا هذا كلام واقع أن نتكلمه مو أنه اسمك ما موجوده أنا لهم أفرح وخلي رأيسي على المخدى وخلاص انتهى الخطر وهناك أنا ضربات طائرة في الشمال العراق وهناك وجود تهددني وهناك صواريخ متبادلة وهناك ربما سلاح ما أعرف شنو مصدره هاي كلها هواجز المواطن العراقي إذن لا بد أن تكون هناك طبعا شفافية وجلسات خاصة حتى لو تكون بإشراف خلي يكون إشراف أممي خلي تكون إشراف بدول أن تمثقون فيها نعود العراق إلى المسار الصحيح وأن يكون يمتلق قرار استقلاليته في القرار ممتاز أسانيا أنا مارد أقول مثالي أقول إنه نطلق قرار استقلالية في القرار 100% على الأقل خلينا بنسبة عالية جدا وعلى الأقل خلينا نستأنس بالاستشارات وبآراء دول إحنا نثق بها لأنه نمتلق تاريخ معها جميل جدا في كثير من حلول ممتاز دكتور إذن دعني أعود إلى السيد حسن العزام الجديد أستاذ حسن الآن تدري يعني الدكتور ديح تشي حقيقة فيه قضية صحيحة أنه لازم نقعد سوى ونصارح بعض ونشوف شون الأمور وتترتب على أساس هالأمور لكن أستاذ حسن أكو بعض الأطراف السياسية عندها سلاح وعدها أطراف لديها سلاح ليس بالعادي أبدا متغلغلة بالدولة تهدد دول تهدد إسرائيل تهدد أمريكا وغيرها تعتقد هاي واحدة من الأسباب اللي ده تخلي هيشي قعدة صراحة بين الأخوة ما تصير نعم ما تفضل به الدكتور طارب أكيد صحيح وواقعي لكن أنا أحب أن أسألك السؤال هو أي مجموعة اليوم أو أي مكون عندما يأخذ معنا لديها السلاح العشاء لديها السلاح الأكراد لديهم البيشمارقة ولو كانوا هم مذكرين بالتسلوى الرسميين الشيعة أيضا لديهم السلاح السن لديهم السلاح الشبك لديهم السلاح الزيدي يطالبون اليوم بالتسلوى الأكراد عندهم السلاح ليش مرقب الدستور أنا مدى أحكي على هذا منو من عندهم سلاح نطيني يعني مثلا منو الأنقاذ والتنمية مثلا يعني عندهم سلاح منو اللي عندهم سلاح ليش لا 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 دقيقة هذا قزي أنا قزي اليوم أنت اليوم كل المواطنين عندهم سلاح بالبيت أي مواطنين لا أغني دعتي لك أطراف سياسية كتلة سياسية قاعد على الكرسي وعنده سلاح دعم عزيزي أستاذ أحمد الله يخليك إحنا ليش يعني أي مسؤول أي شيخ عشيرة أي شيء إذا بلحظة يطلب سلاحة يصي عنده جيش باب بيته لن نجم الأمور حتى تتعد عن الواقع اليوم أنت كل أي مسؤول أي نائر أي شيخ عشيرة أي وجيك بالمنطقة عنده سلاح اليوم تحت أمر التي يكون سواء سلاح ثقيل سلاح خفيف الأسلحة موجودة تنبع بالأسواق أنا قبل فترة قال لول أنه ينبع الـ RPG-7 والأحاديات والتسميات المختلفة لتنبع في أسواق بغداد موجودة فلا تستغرب أنه المكون الفلاني صعب يمتلك هذا السلاح أو المكون الفلاني صعب يمتلك السلاح لكن أيضا نقطة مهمة السلاح هو أساس طيب يبدو الاتصال يعني غير جيد مع الأستاذ حسن يعني أعتذر الأستاذ حسن حقيقة الصوت مدى وصلنا بشكل صحيح وسلس إلى المشاهد عود إلى الدكتور طالب دكتور طالب تدى تسمع الكلام الآن بشكل واضح عن قضية السلاح وغيرها أطراف عندها سلاح وعندها كتل سياسية موجودة شون تتفاهموا إياهم ما رح تقدر تتفاهموا إياهم هذوله لأنه باختصار إذي يقول لك لا لا وإذي يقول لك إي إي بالتالي يكون كتل تخاف على نفسها يا أخي تخاف على مكونها تخاف على توجهاتها وما يقعدوا وياهم تخلوا عن السلاح ونقدر نقعد كسياسيين ونحكي ما هو ردك على ذلك يعني خليني بكل صراحة حتى لا نظلم شون على قولة هاليتنا نظلم مقتل آخر يعني عندما نتكلم عن السلاح ترى والمقصود به سلاح بين قوسين أجهات اللي تحمل شعار المقاومة الإسلامية وبالتالي طبعا لا ننسى أن هذا السلاح حارب إرهاب حارب إرهاب القاعدة وحارب إرهاب داعش من يكون بالمفترض أنه عندما نتكلم وهم جزء من تشكيل الدولة العراقية أنه نتكلم بهذه الطريقة أنا أعتقد حتى أيضا أكمل الموضوع عندما نريد أن نقنن الدولة وهم جزء طبعا بمناسبة من مؤسسة عسكرية إذن لماذا لهم السياسيين نفسهم ما يتفاوضون فيما بينهم يعني هاي قضية سياسية تريدون تقننون السلاح تريدون تخلوه الجهات كلها تظهر أنه لا نأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وبالتالي الأحداث أو الخروقات التي حدثت هاي مبطنة بأشياء كثيرة معقدة يعني إحنا لما نشوف الحدث المعين وهذا الحدث ما يجهي شي عابر بالفضاء أما عندما نتكلم عن ربما هناك خشية من قوة أخرى مكونة وهم كلهم سوية ويشكلون سوية وأستطيع ربما أزم أن هناك بعض الشخصيات السنية هي مدعومة من الطرف الشيعي وهناك أطراف شيعية مدعومة من الطرف الكردي هذا يدل على أن هناك علاقات ستراتيجية ما بين كل هذه الأطراف إذن أعتقد ربما العامل الخارجي له أثر على الموقع لا ننسى يا عزيزي عن إسرائيل اليوم صارت ملائكة مثلا تدخل إلى المنطقة وتجيب غواصات وتهجد العالم لا أريد أن أتوسع وياقب هذه دكتور لا هذا كلام مهم لا أريد أن تقولي المقاومة عفوا عفوا أنت هستج ده تحكي دستور لو ده تحكي أشياء يعني دولية وغيرها لأنه إذا ده تحكي دستور المقاومة اللي حضرتك تفضلت بها هي غير قانونية إذا رج نحكي بالدستور أما إذا ده تحكي لي بشي معروف عالميا ودوليا فالمقاومة ممكن يؤخذ بها يا سيدي الكريم شون نقعة سواء وهذه الأمور هي مو من ضمن الدستور والقانون وضمن الدولة أجاوبك أجاوبك وإجابة سهلة وواضحة أولا دائما الموضوعات لا تتحول إلى رموز رياضية بمعنى حولها إلى واحد زائد واحد هذا فيه قضايا تركيبية قلت معقدة 17 سنة العراق هو جزء معقد من المنطقة وجنابك أنت قدمت في تقريرك قلت حرب إيرانية أمريكية صير في العراق يعني هذا ما تفرز إفرازها التداعيات ما صير إليه اليوم لما تشوف أنت العامل الخليجي اليوم عندهم بيان يصدروا ضد جارة إيران وبالتالي إحنا فين جارتين جارة خليجية وجارة إيرانية هذه ما بها تداعيات على الأرض العراقية كلها تأثر وبالتالي هذا يحتاج إلى تفاهمات عميقة كبيرة جدا النقطة الثانية يعني عندما يحتل البلاد يحتاج إلى مادة دستورية مثلا حتى الناس تدافع عنهم وانا قلت العراقيين كلهم حملوا السلاح وبالتالي ما هي أمريكا اعترفت بها جورج بوش اعترف بها وبالتالي قال من الحق كل واحد يحمل السلاح ضد الاحتلال أبرز التداعيات شوف هنا هذه النقطة عندما صار احتلال العراق وصار تدخلات والتركيبة العراقية صارت إفرازات عندنا هذه الإفرازات بعد ما نقدر نرجع بسرعة الزمن نرجع طبيعي وكأنه ما حدث شيء حثت عليها دماء وحثت عليها شهداء وحثت عليها أرامل وحثت عليها خسارة مليارات الدولارات وبنى تحتية بالتالي إذن أنا أقول أقول سؤال أنه إحنا بما أنه كنا عراقيين ووطنيين لابد أن نتفق على تعريف الوطنية بمعنى أنه اليوم الدولة العراقية تعيش خطر خطر من صراعات سياسية إقليمية ودولية وبالتالي لماذا ربما نجعل من العراق ساحة غير مباشرة لأن جنابك تسير إلى الدستور الدستور يرفض أن يكون العراق طبعا قاعدة لضرب أي مكان كان في العالم وبالتالي إذن الكل يجب أن يلتزم بذلك لكن المشكلة يقول لك ما أنا رايح يمم وهو جاي يمي وهذا السؤال بس إحنا أقصد أنه الوجود الأجنبي دكتور الوجود الأجنبي إيجابي دعوة حكومية عفوا يعني حتى البرلمان من إيجا السيد عادل عبد المهدي يحكي بالبرلمان عن الموضوع قال لولا ترى أنت يا باب دعوة من عندك أنت توقعوا هسا يطلعون سيد كاظم لو يوقع الآن يطلعون جوي بدعوة هذي بالألفين ودعاش من طلعه وانتهى الاحتلال الآن رسميا نحكيهم ما بدعوة فأنت ما يصير هسا تقول عليها محتل يعني مو منطقية ولا قانونية لا لا عفوا 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 خلأ وضع أنا ما أقصد الآن أنا أقصد ما بعد ألفين وثلاثة من أسمي المحتل أما 2014 نعم جاءت بدعوة حكومية والحكومة منتخبة وهي ترسم السياسة وأيضا هم جزء من التحالف الدولي التي ساعدت القوات الأمنية والعسكرية في تحرير العراق إحنا هذا ما ننسى وأنا أقول لازم نتكلم بموضوعية لكن أقول الصراعات الدولية تداعيات هذه تنعكس على العراق وبالتالي إحنا إذن هم نجيب أمريكا ونجيب إيران وحتى نقول يا باب خلونا نصالح بناتنا ما إحنا عراقيين نحن نأسس الدولة العراقية إحنا أكون حاكم أكون دستور وقوانين وأكون علاقات متينة ما بين القوى السياسية في العراق إذن يمكن تذليل هذه الأمور عندما تكون كل الأطراف تحصل على عامل الثقة عندما نحصل على عامل الثقة ويكون البيت العراقي هو صانع القرار بدون تدخل أي دول كانوا مهما تكون هذه الأسماء والمسميات أعتقد ربما سننجز الكثير وربما سنتجاوز كثير من المعرقلات والمشاكل على الأقل نهتم بالشأن الداخل العراق ونهتم بمنظومة البنى التحتية ونهتم بمنظومة العامل الاقتصادي وبالتالي هناك جيل جيل ينتظر ينتظر من الحاضر جيل بعدين هذا الجيل إذا يشوف إحنا ما قدمنا لشي عن شكون النظرة التاريخية على واقعنا جميل جدا إذن دعني خلينا نجرب حضما الآن مع سيد حسن العزاوي من جديد أستاذ حسن إن شاء الله الصوت واضح ويا حضرتك الصوت واضح نعم ممتاز الآن إيران ده تدور مصلحة العراق أمريكا ده تدور مصلحة العراق تركيا سعودية الأردن كل هذه الدول تدور مصلحة العراق الحلقة المفقودة وين وهذه الحكومة اتخذت إجراءات ترى القد قبض على عدد من القيادات اللي هم متهمين بقضايا إرهابية بقضايا اعتداءات على السفارة الأمريكية لا زارت لحد الآن هذه الأمور يعني ما محسومة بس ده تحاولوا ده تتخذ الإجراءات وتحميل منطقة الخضراء الحلقة المفقودة وين الحلقة المفقودة أنه العراق هو مريد يساعد نفسه ليش هذه الإجراءات شنو ماذا يساعد نفسه بيها لا إجراءات أنا أقول لك شنو يعتقنون فلان وهدوا ورا يومين بس آخر اعتقالين ما هدوا ما يخالف احنا مفتهمنا هي الاعتقالات على شنو متى يتقدم المحاكم هي مجرد اعتقالات قد تكون مسألة شخصية بينوا بفلان إجراء اعتقلة إحنا إذا ضيق القضاء قضاء وين المقسس القضاء وين المفروض نفهم ماذا شنو تبني قلت اليوم اتهموا اعتقلوا فلان طيب وبعدي حمد اعتقالات 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 احنا اليوم المشكلة أي قضاء بتتخذ الحكومة مدى يلاقي مدى يلاقي صدا واسق ومدى أن تستخدم الخطوة اللي بعدها كل خطوة تتوقف خطوة توقف هذا شيء مصحيح بس استاذ حسن عفوا يعني ما تعتقد الاعتقالات الأخيرة قد تكون هي السبب اللي منعت الأمريكان أن يسوون أي ضربة بهذه الفترة على الرغم من سماعنا لأنباء بالهجوم على راتل تابع للتحالف الدولي يوم أمس استاذ أمريكا أمريكا أوروبا تدمرت أوروبا في يوم وليلة فلشت مو بها السهولة أمريكا من الطير ما تعتقد برقومة عراقية أصلا رئيس ترامب لا يعتقد بالعراق بشكل الحالي فلا توقع أن أمريكا يسعى هذا موضوع قد دعنا الآن نعود من جديد إلى الدكتور طالب استاذ حسن يبدو عندنا قطاعات كثيرة اليوم ما تطعت له وقت اليوم الدكتور طالب مقطوع المشكلة صوتك وما أعرف إذا تلاحظ أو هذا لكن مقطوع الصوت هل تسمعني الآن استاذ حسن نعم نعم طيب تفضل أكمل تفضل أكمل نعم نعم الحقيقة إحنا اليوم إذا نجي نشوف حكومة سيدة كاظمي استراتيجيتها البعيدة المدى غير واضحة إلى حد الآن حق سيدة كاظمي بداية تكليفة قال أنه أنا جالي غرض إجراء الانتخابات مبكرة طيب الملفات الثانية الأخرى المتعلقة بالجانب الاقتصادي متعلقة بالسياسة الخارجية بالسياسة الداخلية بعدة قوانين أيضا ومتوقفة الحكومة موقفتها أبسطها الموازنة بعثة مؤخرة للبرلمان وممكن تقرب بالشهر الثاني موضوع الاستثمارات موضوع الأمن موضوع يعني كنت قبل الأسبوع في بغداد وإجيت رجعت هنا إلى محل سكني تلاحظ في الكرخ والرصافة هناك تباين بالجانب الأمني بالجانب المجتمعي بالرصافة تلاقي كل شي ما تلاقي سيطرة بالكرخ ما موجود هذا الشيء إذن اليوم أنت تحاول تنزم الأمن بهذه الطريقة البسيطة ما أعتقد أنه تحصل يعني أنت لم يمكن تقيس تقول هاي كحكومة معدها رؤية بعيدة المدى اليوم يشتغلون مجرد أن يريدون أمنون المنطقة مجرد أن يريدون أن يريدون أن يريدون أن يريدون أمن بالقوة أين جانب استخباراتي أين أجهزة الأمن الأخرى مجرد الدولة كلها معطلة إذا اعتمدوا على الجهات جهازية سلمون مسؤولية الأمن العراقي أمن بغداد وتحديد الرصافة وعلى ما نشوف تهالي تحس أنه ضعف بالقرار العراقي وعدم إمكانية الحكومة الحالية على أن مسك السيطرة بالورع وأخذ العراق إلى منطقة آمنة ممكن يعبر إلها وأجراء انتخابات مبكرة قد تظل الشعب العراق والكتر السياسية أجمع طيب سيدي الكاظمي قال لن نسمح للعراق بأن يفلس في عام 2021 أستاذ حسن يعني ما تعتقد أكفد نقاط قوة الرجل يتحدث من عدها ما معقول هو قاعد يلزم نفسه بكل هذه الأمور وهو ما عنده شي يستند عليه عزيزي أستاذ رحمد موضوع فلاس العراق شبه مستحيل العراق أنه يفلس بهذا الطريقة البسيطة غير ممكنة أي متابع بسيط للشأن الاقتصادي يعرف أنه النفط بالمناسبة على شهر العاشر أو نهاية شهر التاسع مقبل على الصعود يعني النفط اليوم هو اليوم أساسا سعر سعر نسبيا وشهر العاشر قد يعود للصعود مرة أخرى اليوم تقول العراق عراق قد يتعسر عن دفع الرواتب الشهرية رأب وارد وأيضا حصل في حكومة السيد العبادي سابقا وبداية حكومة السيد الكاظمي أيضا تعسرت الرواتب وتوجه إلى الاقترار وإقرار بالطرلمان الكاظمي بنفسه قبل فترة بالمؤتمر الصحفي قال في الشهر الواحد معدنا رواتب مع العلم اليوم وزعوا رواتب إذن أيضا أكو خلل قبل شهر يقول معدنا رواتب اليوم يوزعون رواتب بكل أرياحية ويقولون رواتب خط حمر بالعلم هي قبل شهر ما كانت خط حمر هذه كلها أمور تجعلنا أمام تساؤلات كثيرة ما الذي يحصل هل الحكومة غير قادة على قراءة المستقبل القريب ما رد المستقبل البعيد الاستراتيجية البعيدة المدى ما ردها قلنا الدول بالقريب ريد نعف نحن اليوم كمواطن إراقي بصير ما هو وقت كهرباء يجير 10 ساعات أو 12 ساعة بليوم ما ردها 14 ساعة قلنا ريد نعف الموظف متى يستلم راتبة مثل قبل يوم 27 أو 26 أو 28 بانتظام حتى يدفع إجارة ويدفع فلوس المولد ويدفع فلوس الأكل والشرب والسوبار نحن هذا الدريل طيب بس سيد حسن عفوا جميل لكن هو العالم كله متوجه إلى مشكلة الفورن بوليس إذا تقول لك ب2021 أنت رح تتندم على 2020 وعلى اللي صار بيها تعتقد توصيف صحيح هذا في ظل اللي انت تشوف أنا معاك أنا اتفق معاك أنا ساكن في قلب الاتحاد الأوروبي وأشاهد ما ما يحدث اليوم بالعراق شاهد أمثلة كثيرة في أوروبا في فرنسا في ألمانيا في بلجيكا في هولندا في برطانيا أيضا كل ما يحدث بالعراق هو موجود بالعالم يحدث في نفس اللحظة لكن لكن العقول أين العقول اليوم أقول تفكر كيف تطلع من الأزمة هذا ما يركز عني الدكتور طالب أنا ما أركز عليه كثير من أستاذ يركزوا عليه كيف تدرس في الجامعات وتؤلف الكتب والمباع والبحوث والمراجع عليها غير نحن اليوم نفتر كل الأزمة كيف نحل إلهي ألمون مثلا قبل فترة صائدنا أنه تعسب بدفع رواتم والتجهوا إلى الاقتراض راد وقتراض والبرلمان ناقش وقال لقيمة القرر ومش الأمور لكن أنت بنقترض بالمقابل أنت عندك عملة قابلة الانهيار وفعلا لاحظنا هذا خلال فرطة قصيرة الدولار كيف أنه أحدث خلخلة في السوق واليوم أغلب المحلات العراقية موجودة في بغدار تفوت عليه تسأل يقول لك ما عندي الشغل صال في التقاعد قام يسوي لك إغراءات يقول لك أنا أحسب لك الدولار على سعر قديم تخيل هو لا يخسر ويريد يخسر بس يبيع طيب الدولار حسب القراءات الموجودة لدينا القراءات الدولار سنة المقبلة إلى 2500 ينار هذا السعر منطقي هذا قد يكون ما تقل هذا السعر منطقي إذن رؤية الاستراتيجية غائبة اليوم طيب ممتاز جدا دانيا عودي لدكتور طالب بسرعة وعلى عجالة دكتور طالب يعني أستاذ حسن الذي يقوله أنه الأزمة عادة ما عندك فلوس هنا تبين العبقرية السياسية ماتك مو من عندك فلوس تبين عبقرية السياسية اليوم نحن فعليا ما عندنا فلوس هل تعتقد نحن نمتلك العبقرية السياسية اليوم في العراق حاليا أنا أعتقد ربما العقل الاقتصادي يجب أن يكون حضور إلى أكثر من العقل السياسي وبالتالي تقريرات يقدم العامل السياسي لكن أنا أعتقد ربما هناك حقيقة أزمات أنا على مستوى الشخصي غير مقتنع بها لأنه ما تصمت منطقيا كثيرا من الأمور وبالتالي أعتقد ربما ذهبنا إلى تصعيد بالأزمات يعني من المتودي ويتشك يوجد أزمة بالخدمات بالاقتصاد وينتظرك أزمات جديدة وبالتالي طبعا نعم جايحة كورونا أثرت لكن نحن قاوم نجاحة كورونا سويا عوضنا أحد المواطنين مثلا نطينا المواطنين اللي محلات من السدة مثل ما صارت في أوروبا حتى صار عجز بالميزانية نطينا المولات ما نطينا أي شي على العاكز أمور كل شي طبيعية وصارت قطوعات بعض الأمور كذا خلينا ركز على العشرة دول اللي جنابك ذكرتها باختصار شدي جدا دكتور لأنه بما أنه دقائق نعم بما أنه دقائق أخيرة خلي أقتنم هذه الفرصة أنا أعتقد ربما العامل الدولي مهم جدا وخصوصا العامل الإقليمي تداعيات ما يحدث في المنطقة وما يرسم له أنه هناك تصعيد ربما عسكري بالمنطقة أعتقد التداعيات ستكون قاسية وسريعة على العراق وهذه طبعا حتى لديكم بالإشارة البرنامج النووي الإيراني اللي قابله طبعا أنه الغواص الإسرائيلية والتصريحات بالمناسبة اليوم إسرائيل ثقفت كل الإعلاميين أنه يمشون باتجاه التصعيد وباتجاه التبرير وأعتقد هناك ملاحظة حتى عندما نتكلم عن فورين بوليسي هذه المؤسسة هي أساسا وحدة من وظائفها قبل ما تبدأ الحدث تحاول أنه العقل الجمعي ثيئة لقبول أحداث معينة وبالتالي أرجع للموضوع عندما نجد أنه الوجود الإسرائيلي اليوم والأمن القومي الخليجي تعريفه تغير بعد ما كان يعتمد على الولايات المتحدة اليوم استبدل بإسرائيل واليوم طبعا ردت فعل الإيرانية تجاه ربما العقوبة تجاه ربما بايدن يحدود تجاه خصوبة من 4.5 إلى 20 درجة وربما سكذ بلا أبعد من ذلك دكتور طالب حقيقة أعتذر منك اعتذار شديد لأن وقت البرنامج كل انتهى كنت معنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية الأكاديمية والمحلل السياسية دكتور طالب محمد كريم شكرا جزيلا لك كذلك أودا أشكر ضيفنا أيضا من بروكس المدير المركز العراقي الأوروبي للتنمية والتطوير السيد حسن العزاوي شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكر لكم طيبة المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة